نادي الزمالك ما قدرش ينجح فيه محاولاته لنقل مباراة الترجي التونسي في الجولة الرابعة بدول الأبطال اللي هتقام يوم السلساء إن شاء الله إلى ملعب الدفاع الجوي رغم الحصول على الموافقات من جانب مسؤولي نادي بيرامدس خلاص الزمالك هيواجه الترجي على ملعب برج العرب هقولوك بس حتة كده على الهمش هي الفكرة إنه يعني كان سهل الزمالك ينقل المباراة بس شوات الحاجات الإدارية الملعب بطل يومين دول ما خليتش فيه تواصلات سريعة ومباشرة وده مفهوم بصراحة يعني آه ده تفهموا يعني ممكن ممكن تقع منك حاجة حاجتين مفهوم يعني مهم إن الزمالك كإدارة الموضوع يتلم بسرعة الناس تلمي نفسها كل واحد يعمل واجباته ووظيفه الزمالك مؤسسة كبيرة وبالتالي مش المفروض أي حاجة تقف الزمالك كمان قرر فتح تحييق في وقاعة تسريب عقد نبيل عماد دونجا لعب الفريق من جانب من جانب آخر اللاعب نفسه اكتفى بالتعليق بإن الأرقام المعلنة غير اللي بيتقضعها وإن هناك 30% ضرائب وإن الأرقام أقل من اللي كان أو الأرقام اللي بياخدها في نادي الزمالك أقل من اللي كان بياخدها في نادي بيرامد أنا ما فهمش والله اللي بيسرعوا عود دول بتحصل فين دي في العالم بالمناسبة يعني دونجا وغير دونجا يعني وبصراحة يعني صراحة شديدة يعني ما قال عادي ده بيبقى مع النادي ومع اللاعب مين بقى اللي بيسرب ما هي طبعا يتحد الكرة كمان يعني بس يعني مع تحد الكرة مش هيبقى يعني ملوش مصلحة في حاجة مين بقى اللي ممكن يسرب ليه وليه تسرب أصلا وليه عقد اللاعب أصلا يتسرب وليه الناس تقول بياخد كتير ولا أولاي ليه 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 أصلا أبا كلم عاسمالك أهلي أي عقد اللاعب أي عقد واحد بيشتغل لا أحبش حد يسرب عقدي حلالك بتحبش في شغلك حد يسرب عقدك ليه بقى حد يسرب عقد اللاعب ليه مش مفهومة بصراحة ماشي جاز المعاون ليه البرتوالي جزالد فريرة طلب منه عدم الاعتماد على سنائي الفريق عمر جابر وعمر السيسي الفترة اللي جاية بسبب تراجع مستوى السناج لو سألتني عن رأيي هقولك هو الفرقة كلها مش في مستوى بس خلاص فيه ناس بتشيل الليلة يعني لو عمر جابر عمل لقطة عمر السيسي عمل لقطة في مباراة وحشة يعني وهنا وحشة هيفضلوا يشيلوا طول الوقت بس لو قيمنا بقى بقى لعبي نادي الزمالك لا فهلق فيه لعيبة كتير مش مقدمة مستوى جايد الفترة الأخيرة بس طبيعي برضو طبيعي فيه ناس كده بتشيل دفاية حتى في العالم فيه كم لاعب كده هو اللي بيشيل الحكاية يعني فاللي شيلها دلوقتي عمر السيسي وهي عمر جابر وإن كان عشان برضو بقى أمين يعني ما بيقدموش مستوى رائع يعني بس ما والباقي الفريق كمان ما بيقدمش مستوى رائع مش هم الوحديهم يعني مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تعضيق منقشة مصير جوزوالد وفريرا مؤقتا لحين الانتهاء من مباراتي ببراميدز والتراجي وأنا كنت كلمت مع حضراتكم الكل مستني مبارات ببراميدز يوم الجمعة التراجي يوم الثلاث عشان يحددوا الوضع ايه مش بس على فرير الوضع بالنسبة للعبين تفاصيل كثيرة جدا بس طبعا جزوالد وفريرا هو دلوقتي ماشي على الحبل خلاص الكل بيرائب والكل بيشوف النتائج هتتحسن ولا لا على فكرة أليجري في يوبينتوس طول الموسم على الحبل تخل كم معتشلسة قبل ما يمشي على الحبل ايه مدرب حتى لو اسم كبير بس النتائج قلت بيباع الحبل يورجان كلوب في ليفربول على الحبل هي كده نتائج تتراجع حتى لو المدرب كبير ممكن يبقى مستقبله مش مضمون مع الفريرا ترجمة نانسي قنقر